موسيقى قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن على أوكرانيا الحصول على الاستقلال النووي الكامل عن روسيا خلال زيارته إلى محطة تشيرنوبل في الذكرى الثانية والثلاثين لوقوع الكارثة النووية أشهر الرئيس بوروشينكو إلى أنه خلال 26 عاما من الاستقلال دفعت أوكرانيا 200 مليون دولار لموسكو مقابل تخزين الموقود النووي المستهلك في محطات الطاقة النووية المحلية وشار إلى أن أوكرانيا بدأت فعلا خلال العام الماضي بناء مرافق للتخزين الخاصة بها وخلال الزيارة أيضا تحدث بوروشينكو عن الغطاء الجديد للمفاعل الرابع في تشيرنوبل في هذا العام ستنتهي إحدى المراحل المهمة لتحويل الغطاء المتعلق بالوحدة الرابعة لمفاعل تشيرنوبل إلى نظام آمن بيئيا اعتبارا من ديسمبر من المخطط أن يبدأ تشغيل نظام الأمان الجديد والذي تم إنشاؤه في وقت سابق أنا لا أستعجل الإطلاق لأن الجدد والسلامة بالنسبة لنا هي من أهم المعايير اشتركوا في القناة